السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الله ولا تشركوا به شيئا يا رئيس هذه الأفلة الثقافية الإسلامية المباركة الميمونة والقضاة الماهرون والمستمعون العزاء أرحبكم ترهيبا هاروة وعيكم بتهية الإسلامية الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام كنت أمامكم لأن ألقي كلمة وجيزة مهمة حول موضوع تعريف التوهيد وأجسامه وبتوفيق الله سيبين كلماتي هزب استطاعي إن شاء الله تعريف التوهيد في اللغة مصدر وحد يوحد الشيء إذا جاله واحدا مثال إذا قلت لا يخرج من البيت أهد إلا محمد تقول وحتى محمدا بالخروج من البيت وإذا قلت لا يقوم من المجلس أهد إلا خالد فقد تقول وحتى خالدا بالقيام من المجلس في الشاء إفراد الله تعالى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أجسام التوهيد ينقسم التوهيد إلى ثلاثة أجسام توهيد الربوبية توهيد الألوهية توهيد الأسماء والصفات توهيد الربوبية تعريفه إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير أو نقول هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك إفراد الله تعالى عز وجل بأفعاله أمثلة على أفعاله الخلق والرزق والإحياء الإمادة وإنزال المطر وإنبات الشجر وغير ذلك دليله ألاله الخلق والأمر ولله ملك السماوات والأرض قل من يرق من السماوات والأرض أمن يملك السماوات والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر العمر فسيقولون الله فقل أفلا تتكون توهيد الألوهية تعريفه وإفراد الله عز وجل بأفعال الإبادة أمثلة كالصلاة والصيام والحج والتوكل والنظر والخوف والرجاء والمحبة وغير ذلك دليله وما خلقت الجن والإنس إلا لعبدون وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوهي إليه أنه لا إله إلا نفعبدون توهيد الأسماء يوسف تعريفه هو أن يوسف الله بما وصف به رفسه وبما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال من غير تاقيف لا تمثيل ومن غير تحريف لا تعطيل دليله ليس كمثله شيء وهو السميع بسير ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وزر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وأخيرا أقول لكم إن هذا الموضوع ضروري ومحم جدا في حياتنا الإسلام فعلينا أن نهتم ونعلم به في أسروة ممكن وأخذ دوانا الحمد لله وبالعالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله و الله و الله